اشتركوا في القناة بسبب انزار بوجود كنبلة على متنه وذكرت خطوط طيران الجزيرة الكويتية ان الهبوط الاضطراري للطائرة جاء بعد تلقيها اتصالا ينوه الى احتمالية وجود وضع امنية خصها مشيرة الى انه اتضح عدم صحة هذه المعلومات وبينت الشركة في سلسلة تغريدات عبر تويتر زهر الخميس انها تواصلت مع السلطات المحلية في الكويت وعبر الدول التي تسير اليها رحلاتها وتم تزويدها بمعلومات جميع الرحلات لاجراء تحري وفحص على طائرتها كاجراء احترازي اضافي واضافت الشركة يواصل فريق امن طيران الجزيرة مراقبة الوضع عن كزب وتعتذر الشركة عن اي تأخير قد يتعرض له الركاب بسبب اجراءات الامن والسلامة واشارت هيئة الطيران المدني الكويتية عبر تويتر الى انه تبين ان البلاغ لشرك الطيران الجزيرة بوجود تهديد محتمل لكم بلا على احدى رحلاتها كاذب وليس هناك وجود لاي تهديد بهذا الخصوص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته